السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع الابتداء أهلا بكم آخر درسين في الوحدة التانية الدرس الرابع والخادس المين بكاب عندنا وهو غزال ده الجزء الأول ودي الكلمات الخاصة بي وهي السحالي جمع سحالي جزال الغزالة القرون بتاعتها هورن يبقى الجم كوت وهو جلد الحيوان هنا لا يقصد بيها المعطف ولكن الفرو نفسه كوت يبقى جزال جزال هورنز هورنز كوت كوت أي كلمة في الدنيا بتبقى صعبة عليك قسمها لمقاطع خلاص إنسكتس 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 ديزرت وهي الصحراء إنسكتس حشرات ديزرت الصحراء فورتكت فعل بمعنى يحمي الفرو بيحمي من أشعة الشمس ليفز أوراق الشجر جمع ليف ورقة ليفز أوراق إنسكتس ديزرت فورتكت ليفز نجيب من الأول معايا لزارد 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 جزال جزال هورنز هورنز كوت 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 إنسكت إنسكتس ديزرت 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 protect protect لیفز لیفز أثناء النهار دي الكلمات المتعلقة بموضوع يعني أثناء النهار طبعا عندنا اليوم اسمه day واليوم أسوم الاتنين day اللي هو هنا يقصد به النهار وnight الليل حتى فيه برشام للبرد كده مكتوب عليه كده برضه يعني بالليل زي ما قلت لك يفقد الحرارة طالح الحرارة من ودنه زي ما انت شايف الجو حر الفر والسميك صراحة أنا أول مرة أشوف الرسومات دي في كتاب خارجي حاجة جميلة والله بتقرب لك معنى الدرس على فكرة سهلة جدا أن الواحد يكتب جدول ويكتب الكلمة ومعناها بالعرب وشكرا لكن كون يهتم ويجيب لك كل حاجة لها صورتها دا حاجة ممتازة بصراحة thick fair thick fair فرو سميك keep it warm يجعله دافئا thick fair دا الفرو السميك بيخلي التعلب دافيان way يزن الجي اتش هنا مش بننطقها عارف نمبر ايت ايت اي اي جي اتش تي نفس الفكرة بس مش هنقول حرف تي تبقى اي بس هنضف لها حرف الو تبقى way فهمنا؟ way way يعني يزن دا فعل small mice يعني فراء في فئران او فران صغيرة mice هو جامع شاز لكلمة mouse mouse جامعها مش mauses لأ mice تمام؟ during the day during the day ما تقول شي during لأ during during the day at night at night lose heat المفترض انك تقول ورايا hot hot مش hot hot thick fair thick fair keep it warm keep it warm way way small mice small mice تمام كده؟ يلا ندخل على الدرس التاني ريدا اللير نقرأ وتعلم غزال الريم الله على منظر غزال الريم وعيونه الجميلة غزلان الريم هنا جامع طبعا تبدو جميلة جدا يا ما تغزل فيها الشعراء زمان they live in the Sahara Desert بعايشين في الصحراء الكبرى they live in the Sahara Desert and they walk around وهم بيتجولوا walk around يعني يتجولوا looking for grass باحثين عن العشب look for يبحث عنه باحثين عن ايه؟ عن العشب they walk around looking for grass leaves and plants بس كده بيأكلوا العشب بس وكمان leaves وراء الشجر and plants والنباتات التانية to eat باحثين على الحاجات التلاتة دولة اي نوع يقابلهم to eat علشان يكلوه they have big ears ودنهم الى حد ما كبيرة and long horns وقروم طويلة they have yellow white coats بص كده على الفرو بتاعهم هتلاقيه ابيض مائل للصفرة yellow white coats طيب لازمته ايه ليولو white coats ده which protect them الذي يحميهم from the sun من اشعة الشمس يبقى عرفنا فايلة الفرو ولونه like camels زيهم زي الجمال قصد يقولك كده they don't need to drink a lot of water ما بيشربوش مياه كتير اقل كمية مياه تكفيهم والصفة دي يتشابه فيها مع الجمال like camels مثل الجمال they don't need to drink a lot of water ما بيشربوش مش محتاجين يشربوا مياه كتير ريم جزيل look very beautiful they live in the sahara desert كلبه لك من كل كلمة and they walk around looking for grass leaves and plants to eat they have big ears and long horns they have yellow white coats which protect them from the sun like camels they don't need to drink a lot of water كلام جميل جدا طيب how long is a ريم جزيل's horn كم يبلغ طول أرن الغزال بص كده على القرن بتاعه هنا هو بيقولك from 20 to 30 centimeters من 20 ل30 سنت how heavy is a ريم جزيل كم يبلغ وزنه from 20 to 30 كيلو جرام من 20 ل30 كيلو جرام يعني قد وزن الخروف كده تقريبا how long does it live مدة حياتها قد يي كم المدة اللي بتعيشها about 14 years حوال 14 سنة what color it's called لون الفروة بتاعها ايه الجلد yellow white يعني أبيض مائل للصفراء تمام يبقى هنا في الجدول ده أو بيسأل how long كم طول how heavy كامل وزن how long لها معنى تاني بمعنى كامل مدة what color ما لون تمام بعد كده بيقولك did you know هل تعلم تمام لكن منطقة القطب الجنوبي تعد أكبر منها مساحة كلام جميل جدا بعد كده بيقولك the phanic fox ركز علشان تعرف تكتب باريجراف محترم عن الحيوان الكيوت ده the phanic fox the phanic fox lives in the desert of north africa the phanic fox بيعيش في صحراء شمال أفريقيا it is smaller than other foxes هو أصغر من الثعال بالأخرى it is 20 centimeters high يعني ارتفاعه من رجله كده الغاية ودانه فوق كام يا سيدي 20 centimeters 20 سنت عامل زال قطة كده it weighs around 1 كيلو جرام فيه قطة توزن أكتر من كده بيقولك it weighs هو يزن حوالي كيلو it is 30 to 40 centimeters long طوله الأفقي من ديله كده لغاية مناخيره أو بقه قدام كده كام من 32 إلى 40 سنت مواصفات قطة بالظبط خلاص ده اللونج ده اللي هو الطول الأفقي هاي الطول الرأس الفوق تفانة its ears are big ودانه كبيرة زي ما انت شايف أكبر حاجة في جسمه واضحة جدا وهي الأزنين ليه عام كده بيقولك really big فعلا كبيرة هو ربنا ما خلقهاش كده وخلاص لا أكيد لها احتياج طبعا سبحان الله وطعالى بيخلق كل حاجة الحكمة بيقولك هو بيحتاج الودان الكبيرة دي to hear insects عشان يسمع الحشرات لأنه دي اللي بيتغز عليها and small animals والحيوانات الصغيرة دبت النملة بيسمعها بالرادارات دي لربنا الدهالو بصوا كده هتلاقي شعر كده مستشعرات حسية دبت النملة يسمعها من آخر الدنيا the phoenix eats insects بيأكل الحشرات مش قلتلك and small mice والفران الصغيرة يعني بيقضي على كل الحاجات اللي لو مش موجود هتكتر وتعمل لنا ازعاج ازا الفينك فوكس ده حبيبنا وصديق للبيئة during the day أثناء النهار it is hot تعرف الصحرة تبقى موالله عنار the phoenix fox loses heat لما هيسخن من الشمس هيعمل ايه؟ بيفقد الحرارة from its ears من ودانه الكبيرة دي آه يبقى هي دي المكيف بتاعه بيفقد منها درجة الحرارة فجسمه يبرد طيب at night it's cold اللي مش في الصحراء يا جماعة وعاش فيها فترة او حتى كان مسافر وعدى فيها بالليل او بالنهار هيعرف انها زي ما هي بالنهار مولاة على نار بالليل تلج at night it is cold الجوا بيكون برد the phoenix foxes thick fur keeps it warm الفرو السميك اللي مغطي الجسم بتاعه ده تمام بيخليه دافيان يعني ربنا خلق له الغطى وخلق له المكيف اللي يبرده سبحان الخالق the phoenix fox lives in the desert of north africa it is smaller than other foxes it is 20 centimeters high it weighs around 1 kilogram it is 30 to 40 centimeters long its ears are big really big the phoenix fox needs big ears to hear insects and small animals the phoenix fox eats insects lizards and small mice during the day it is hot in the desert the phoenix fox loses heat from its ears at night it is cold the phoenix foxes thick fur keeps it warm ده كان الـ paragraph اللي بيتكلم عن فعلة بالفنك وبكده يا جماعة يكون انتهى الدرس الرابع والخامس تحياته ليكم ياسر الكلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جدا على المشاهدة ما تنساش لايك للفيديو وتشير على مواقع التواصل الكلامي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس تحياته ليكم ياسر الكلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة